ايه هو بقى قولون الاورام القولون والمستقيم و ايه اسبابها و هل هي عائلية شو بقى ركريمان هي بداية الكلام من كلام هارتك اما انت قلت فلان اتشخص متأخر و فلان اتشخص متأخر انا عايز بس الناس تفهم ان القولون ده والمستقيم دي حاجة و دي حاجة المستقيم بقناش راجع موجودين في الحوط القولون موجود في البطن والقولون انا بشي اهبهو للناس بطريقة بسيطة زي طريق الصحراوي هو سكة بيجي الاكل نهايته بيبقى في اللماء الصغيرة اللماء الصغيرة مفيهاش براز فيها فيها نهاية الاكل بيجي فيها يبتدي براز من اول ما يخش ما بين رماء الصغيرة والقولون اللي هي بنسميها اليوسيكا الجانشن اول ما يعدي الوصلة دي يبتدي هنا طب لو قلنا ان القولون ده الطريق الصحراوي اللي بود دي اسكندرية والمستقيم مقناشة ليها البوابات الاستيشن النهائية فالطريق ماشي 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 فيه الطريق ده بقى فيه اماكن فيه واسعة وفيه اماكن دايقة الاماكن الواسعة ربنا عمل لنا فيها حاجة لطيفة جدا انظار مبكر فيها وهو الدم الاماكن الدايقة ربنا عمل لنا فيها انظار مبكر ان انت الواحد يتسد يعني يجيله امساك شديد يصل الانسداد المعوي فبالتالي عندنا انظارين ما فيش غيرهم هم الدول الاساسيين اللي انت الواحد يفكر فيهم او الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للمرضى انت لو فيه دم بينزل من البراز اعرف ان فيه احتمالات موجودة تصل من 3-4% ان يكون السبب من سرطان في القولون الايمم بالذات او القولون على العموم او المستقيم او البولون انت عندك امساك عمال مزمن مش مزمن بقى عمال يزيد مزمن بتضعف يوم عن يوم بيزيد 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 وانت ساكت وابتدى يصلك انتفاخات فممكن هذا الامساك يصل الى انسداد وفعلا في الناحية الشمال بيعمل انسداد المصيبة الكبرى ان هما يبقى في الناحية اليمين في الحتة الواسعة الكابيشوس اللي هي بيزيد السيكم ده بيبقى اخد راحته وبيكبر ويزرع ويعمل زي الوردة زي اللي احنا نسميها كل فلاور كروم تمام والكرومباي دي تبقى كرومباي فعلا ما تشوفها ليرز وطبقات واوة وبع كده من فوق تتسلخ فتعمل قرحة عليها فتنزف لانها تكون كبرة قوي المستقيم في قطعة زي كده كمان في قطعة ايه في قطعة اسمها الامبولة اوف ريكتم الريكتم في حتة كده واسعة برضو هي دي ما بيظهر فيها اهلا ما بنحبهاش لان هي ممكن تدي اعراض متأخرة وبتدي له اعراض مشابهة جدا للبواسير ويبتدي يسقط منه بواسير لان المنطقة دي في نهاية المستقيم مع القناة الشراجية وهي حتة واسعة ويقعد فيها الورن في الحتة اللي واسعة دي استخبى فيها وبعد كده يضغط على الاوردة بتاعت البواسير اللي هي الهيمورايد البلاكسس فتبتدي لو حتى ما عندوش بواسير تظهر له بواسير ويجي يبص عليه ايجا راح يلاقيها في بواسير فعلا ونازفها وعمل تنزل دم هو بينزل دم وبواسير بتنزل دم وكل المشاكل تيجي تشخصها تلاقيه مية في المية بواسير فبالتالي هو القصة ان هو يختبئ ويختفي ففي الاماكن الواسعة هو بيخش كده يستخبى جواه